بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هسألكم شوية أسئلة وحضراتكم تردوا عليّ علشان نعرف احنا فين بالنسبة لطب القلب وامراض القلب في مصر في 2021 طيب تفتكروا ايه اكتر مرض منتشر دلوقتي في القلب بين المصريين طيب اكتر مرض في القلب لا يفرق بين الرجل والمرأة وبين الصغير والكبير يبقى ايه اشع مرض او اكتر الامراض شيوعا اللي بيسبب دخول المستشفيات والعنايات المركزة للقلب في الوقت الحالي هو مرض ايه طيب اكتر مرض لما بيجي الحد وهو كتير اوي كده بيخرب بيت الناس لان التكلفة عالية جدا 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 بتاعت العلاج بتاعه هو مرض ايه الاجابة على كل الاسئلة دي هو مرض الشريان التاجي للقلب المرض اللي بيعمل زبحة صدرية اللي بيعمل جلطة في القلب اللي بيدخل عناي مركزة اللي بيخلي الواحد يعمل اسطرة اللي بيخليه يعمل دعامة اللي بيخليه يعمل بلونة اللي 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 طيب عشان نفهم الموضوع ده ولما نفهمه نقوم نتألف مع بعض ونتكتف مع بعض ونتعاوم مع بعض عشان نقلل نسبة الاصابة بهذا الوباء الذي يحصد قلوب الشباب المصريين رجالا ونساء يبقى لازم ناخد بالنا ونازم نفهم علشان نساعد بعض ونعاوم بعض اول حاجة قصة شريين التاجية دي يعني ايه شريين تاجية لو حضرتك مسافر وطالع على الطريق بتاخد العربية بتاعتك وتروح تحط لها بنزين ليه لان ده البنزين ده الوقود اللي يخلي العربية بتاعتك تمشى وتوصلك للمكان اللي انت عاوزه طيب انا رايح وهركب حاجة غير العربية هتركب دبة هتركب حمارة هتركب باغلة هتركب حصان هتركب اي حاجة بتعلفه وبتأكله وبتشربه قبل ما يتحرك علشان تديله الطاقة علشان يقدر يمشى المشوار بتاعه انت علشان تقوم تتحرك وتروح مكان بتاكله وبتشرب وبتستحمى وبتجهز نفتك علشان تقدر تعمل المجهود اللي انت عاوزه طيب القلب بقى اللي عمال يدق ليه لانهار ده القلب اللي عمال يدق ليه لانهار وانت نايم وانت صاحي ويصرع ضرباته لما تجري او لما تاكل بحيث يضمن وصول الدم المؤكسة بالمحمل بالطاقة والاكسجين لكل خلايا من خلايا جسمك من اول شعر الرأس لاخمس القدم على مدارة ساعة الجهاز ده اللي هو القلب ده اللي بيدق ليه لانهاره ما يبطلش ابدا الجهاز ده اللي اسمه القلب ده اللي ما بيرتحش ولا ثانية من اول حياة الجنين لحد اخر لحظة في حياة الانسان لو ارتاح لو ارتاح بيرتاح علشان يعلن نهاية حياة الانسان وحلول الموت يبقى ده جهاز عمره ما بيرتاح وعنده اثار غريب وعنده تضحية غريبة ويؤثر مصلحة جميع اجهزة الجسم الاخرى على حساب مصلحته ويؤثر بامراضه وعلله في جميع اجهزة الجسم ويتأثر باي علة او مرض موجود في اي جهاز اخر من اجهزة الجسم القلب ده اللي بيعمل العمل ده كله واللي لديه كل هذه الخصائص بيتغزة على ايه ايه الوقود بتاعه ايه الاكل بتاعه الشرايين التاجية يبقى الشرايين التاجية دي هي عبارة عن ايه هي عبارة عن ثلاث شرايين مسؤولة عن تغذية عضلة القلب لكي يتمكن القلب من القيام بالمجهود المطلوب منه مدى الحياة من اول التلت الاول من الحياة الجنين الى اخر لحظة في حياة الانسان غذاء القلب يأتي من اين يأتي من الشرايين التاجية يبقى لما اقولك الشرايين التاجية هي ايه الشرايين التاجية هي الشرايين المسؤولة عن تغذية عضلة القلب طيب لما يحصل مرض في الشرايين التاجية دي هيعمل ايه هيؤثر على كفائة عضلة القلب وبناءا عليه هيؤثر على كفائة الجسم كله طيب انا دلوقتي عايز اعرف ليه بيحصل مرض في الشرايين التاجية طيب لو حصل اعراضه بتبقى ايه طيب لو حصلت الاعراض وتأكدنا اشخصها ازاي وتأكد منها ازاي طيب عالجها بايه طيب بديها ادوية واللي عملها اسطرة واللي عملها دعمات و ادواء عم نعود دعمات ايه و انواع الاسطرة ايه و الادواء اللي اخدها ايه و ام تروح العنية المركزة و ام تطلع من العنية المركزة هي دي الاجابات هذه الاسئلة هنجاوبكو عليها في الحلقات القادمة ان شاء الله فالنهاردة فهمنا من الفيديو ده ان الشرايين التاجية هي عبارة عن تلت شرايين تتالف مع بعضها وتكتف مع بعضها وتوزع الدور على بعضها بحيث ده يغزل حتة دي و ده يغزل حتة دي و ده يغزل حتة دي عشان التلت شرايين فيما بينهم دول يضمنوا وصول الدم المؤكسد محمل بالاكسجين والطاقة لكل خلية من خلية عضلة القلب ده شرايين التاجية لو حصل فيها خلل هيحصل خلل في عضلة القلب وده اللي هنوضحه في الحلقات القادمة ان شاء الله المترجم الى حتة دي شكرا